أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والصلاة والسلام على خير البشرية سيدنا محمد بن عبدالله الذي قال إن من البيان لسحراء وإن من الشعر لحكمة أو لحكمة أما بعد أيها المشاهدون الأعزاء عزيز الدارس أهلا ومرحبا بكم في ضيافة جامعة السودان المفتوحة وفي رحاب مادة الأدب الحديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لا يسعدنا أن نقدم لكم هذه المادة بعنوان الأدب الحديث هذه المادة هي بعنوان الأدب الحديث فلابد لنا أن نعطي المشاهد العزيز فكرة عن هذا المنهج وقبل ذلك لابد لنا أن نوضح ماذا نعني بمفهوم الأدب وبمفهوم الحديث الأدب كلمة تعني القيم والأخلاق الفاضلة وهي ظاهرة اجتماعية ومن أشهر التعريفات للأدب هو كل ما أنتجه العقل شعرا كان أو نثرا والأدب يتعلق بالناحية العلمية أما الجزء الآخر في العنوان هذا يتعلق بالناحية الزمانية فإذن متى يبدأ العصر الحديث هناك عدة آراء في بداية العصر الحديث هناك من يرى أن العصر الحديثة بدأ بإرسال البعثات في عهد محمد علي باشا البعثات التعليمية إلى أوروبا فحصل التأثير والتأثر وهناك من يرى أن العصر الحديثة يبدأ في القرن التاسع عشر ولكن الراجح من الأقوال أن العصر الحديثة يبدأ بحملة نابليون الحملة الفرنسية على العالم العربي والتي كان لها تأثير وتأثر وكان لها دور كبير لأن هذه الحملة صحبتها متغيرات كثيرة فظهرت الطباعة واززهرت المكتبات وكذلك كان هناك اهتمام بالمسرح وكانت هناك بعثات إلى أوروبا فلذلك حصل الطلاع على الثقافة الأوروبية واستفاد الأدباء العرب من تلك الثقافة وأخذوا ما يفيدهم فلذلك حصلت نهضة ومن هنا اغترنا هذا العصر بالحملة الفرنسية على مصر الأدب الحديث هذا المنهج الذي نحن الآن نقوم بعرضه يتكون من ثلاث وحدات دراسية وأود أن أنبه هنا إلى أن بعض الدارسين يخطئون في نطق كلمة وحدة فبعضهم يضم الواو وبعضهم يكسر الواو ولكن الصحيح أن نقول وحدة بفتح الكلمة وهذا هو الصحيح فهي من الفعل وحدة يحد وحدة ونقول وحدات دراسية وما أود أن أذكره ومن الهمية بمكان أن نذكر المشاهدين قبل أن نفصل في هذا المنهج أن هذا المنهج له أهمية كبرى لكل الباحثين ولكل طلاب العربية ولكل العاشقين للغة القرآن هذه اللغة العربية هذه اللغة المقدسة التي حفظها الله سبحانه وتعالى إن نحن ندلنا ذكرى وإنا له لحافظون بالنسبة لما يتكون منه هذا المنهج ثلاث وحدات دراسية الوحدة الأولى تتحدث عن الشعر الوحدة الثانية بعنوان النثر الفني والوحدة الدراسية الثالثة هي وحدة تطبيقية من خلالها نستطيع أن نطبق ما يعرض في الوحدتين الأولين الشعر والنثر وهي بعنوان نصوص شعرية ونثرية ولكن هناك من الضروري بمكان أن نقف عند بعض المفاهيم التي كانت سائدة آنذاك أو التي نجدها عند بعض النقاد أو عند بعض الكتاب فهناك رأي يقول أن الفترة الزمانية قبل حملة نابليون على مصر أن هناك انحطاطا في الأدبي في الخارطة الجغرافية العربية ولكن في تقدير هذا الحكم لم يكن دقيقا فلم يكن دقيقا لأسباب مهمة جدا أولا علينا أن نقف عند الخارطة الجغرافية التي تحدد لنا مساحة الفكر والثقافة آنذاك فكانت المساحة الجغرافية تمتد من نصرة وإلى العراق والحجاز وتشمل أيضا سودان النيل وتمتد إلى السنغال وإلى الفولاني وكذلك إلى موريتانيا بلاد الشناقيد وبلاد الشام ذكرناها والحجاز هذه الخارطة الجغرافية هل جميعها لم تكن ذات أبعاد فكرية عميقة حقيقة لو وقفنا عند هذه الفترة نجد أن التاريخة يؤكد لنا أن هناك موسوعات علمية ألفت في هذه الفترة لها أهمية كبرى هذه الموسوعات منها الموسوعات صبح الأعشى للغلغة شندي وأيضا هناك تاريخ بغداد وهناك أيضا أكبر المعاجم العربية وهو لسان العرب كان في هذه الفترة وهناك عشرات المؤلفات حقيقة لا بد أن نغف عندها وسودان النيل شهد أيضا مراكز للثقافة في تلك الفترة هذا نموذج من الإنتاج الشعري في تلك الفترة كذلك كان هناك الصفي الدين الحلي شاعر متميز وهناك ابن سناء الملك وهناك ابن نباتة المصري وكثير من الشعراء وكثير من المبجعين هؤلاء جميعهم يؤكدون لنا أن مفهوم ما كان يطلق أن هناك انحطاطا في الفكر أو في الأدب لم يكن دقيقا ولكن لنا أن نقول مقارنة بالعصر العباسي الذي كان يطلق عليه العصر الذهبي عصر الإنتاج الفكري عصر الترجمات مقارنة به بعد أن صغطت بغداد وجاء المغولة التتار حقيقة حصل تراجع ولكن لا علينا أن لا نسميه انحطاطا فأعتقد هذه الكلمة في تقديلي لم تكن دقيقة ولم تكن منصفة لتلك الفترة في الخارطة الجغرافية عزيزي الدارس نحن لابد لنا أن نقف عند النهضة الثقافية والفكرية في العالم العربي في العصر الحديث ونقف مع المدارس الأدبية والتيارات الأدبية التي ظهرت وكيف كان جهد أدبائنا تجاه هذه المدارس لا شك أن المدارس الأدبية كانت عديدة وتسمى الاتجاهات الأدبية أحيانا وتسمى التيارات الأدبية وتسمى المذاهب الأدبية فظهرت هذه المذاهب في أوروبا مثب الكلاسيكي مثب الكلاسيكي والرومانسية والواقعية والرمزية وكثير من هذه المذاهب لكن هنا نريد أن نتعرف على بعض المذاهب في عالم العربي أوروبا ظهر فيها المذهب الكلاسيكي أصلا الأديب أو الشاعر يقول شعره فلا يحدد مثهبه لكن يأتي الناقد فيحدد إلى أي اتياه ينسب هذا الأديب أو هذا الشاعر ولذلك الأدب في عالمنا العربي كانت له اتجاهات وكانت له مدارس فنبدأ حقيقة أولا بالمدرسة الكلاسيكية وعلينا أن نعرف ماذا نعني بالمدرسة أو المذهب عموما المدرسة أو المذهب يشمل كل أنواع الإبداع الفني يشمل كل أنواع الإبداع الفني كالأدب والموسيقى والرسم والنحت هذه كلها تدخل في مفهوم المذهب أو المدارس أو المدرسة الأدبية فهي تعني جملة من الخصائص والمبادئ الأخلاقية والجمالية والفكرية لأمة محددة وقعت تحت تأثير مذهب أو تحت تأثير معين فحصل التأثير والتأثر وكانت هذه المدارس الأدبية نبدأ بالكلاسيكية الكلاسيكية مدرسة من المدارس الأوروبية كلمة كلاسيكي ماخوذة من كلمة كلاس وكلاس كلمة إنجليزية معناها الحجرة ثم تطور هذا المفهوم وأصبح يعني ما يقدم من نماذج دراسية في هذه الحجرة لأن الأوروبيين يعنون بالمذهب الكلاسيكي احتذاء أفكار وثقافة ومعارف السابقين الذين يشتركون معهم في فكرهم وثقافتهم وجعلوا غدوتهم في ذلك اليونان والرومان يعتبرون أنهم النموذج الأمثل الذي يجب أن يحتذونه في آدابهم في أشعارهم في فكرهم في مسرحياتهم هذا عند الأوروبيين أما نحن في عالم العربي فأسميناها أو يفترض حقيقة أن تسود كلمة التقليدية أو الإحيائية الإحيائية بمعنى إحياء الشعر العربي في ثوبه الجديد بمعنى أن نراعي الأصالة والمعاصرة فكانت المدرسة الإحيائية في عالمنا العربي وكان رائدها محمود سامي البارودي وكان معه أحمد شوقي وكان كذلك معه حافظ إبراهيم وكان معه بكثير من البلاد العربية فكان مع من السودان محمد سعيد العباسي وغير هؤلاء كثيرون كانت أشعارهم في أغلبها تسير على نهج الكلاسيكية في عالم العربي كما ذكرت لكم البارودي يعتبر البارودي يعتبر رائد المدرسة الإحيائية أو نسميها المدرسة التقليدي أو يمكن نسميها الاتباعية وأحيانا تسمى مدرسة المحافظين ولكن من الأفضل أن نسميها الإحيائية لأنها أحيت أصالة ورصانة وفخامة الشعر العربي القديم وعادت إلى ذاك الشعر أو استفادت من قوة الشعر العربي القديم ومن صوره ومن أساليبه فانعكس ذلك على إنتاج شعرائنا فكان البارودي ورائد هذه المدرسة البارودي ثقافته التي تشربها منذ الصباح هذه الثقافة العربية كان لها تأثير كبير على مكوناته الفكرية والثقافية ومما يجعله كثير من الباحثين أن فترة من حياة البارودي كانت في السودان في شمال السودان مع والده وكان آنذاك الصبيان يذهب بهم إلى الخلاوي خلاوي القرآن في تشربون الثقافة العربية والثقافة الإسلامية وقد أشار إلى هذه الناحية الأديب السوداني البروفيسر عبداللطيب فأكد على أن السودان أو أن بيئة السودان أو أن شمال السودان أن تلك الفترة التي غضاها هناك كان لها دور في تكوين شخصية البارودي البارودي مر بفترات مختلفة في حياته كما ذكرنا تشرب الثقافة العربية وحصلت له مؤثرات وكان هذا الشاعر المصري كان رجلا فارسا فهو شاعر السيف والقلم شارك في الثورة العرابية ثورة أحمد عرابي وحينما لم توفق هذه الثورة نفي إلى جزيرة سرنديب تلك الجزيرة التي مكث فيها تقريبا أكثر من خمسة عشر عاما كان لها تأثير كبير على شاعريته فهو شاعر فصيح ألفاظه تبتاد بالقوة أصوره في كثير منها تمثل أو تشبه صور الأقدمين وديوانه وأشعاره خير شاهد على ذلك هو أكد لنا أنه قلد الأقدمين وسار على نهجهم وأكد ذلك في حديثه أو في قوله تكلمت كالماضين قبلي تكلمت كالماضين قبلي بما جرد به عادة الإنسان أن يتكلم فلا يتعمد بالإساءة غافل فلا بد لابن الأيكي أن يترى النمى وحينما كان في جزيرة سرنديب كان يعاني الغربة وكان يحن إلى وطنه وكان يحل إلى دياله وكان يعيش آلام الغربة فظهر ذلك في كثير من قصائده فمن أبياته أبيته في سرنديب ساهران يعالج ما ألقاه من لوعة وحدي أدور بعيني لا أرى وكه صاحب أدور بعيني لا أرى وكه صاحب يريع لصوتي أو يرق لما أبدي ومما شجاني بارق طار موهنا كما طار منبث الشرار من الزند البرودي هو رائد مدرسة الإحياء لا شك في ذلك فقد احتفل بالشكل الشعري وعمود الشعر العربي الشعر العمودي وكذلك احتفى واهتم بالصياقة جمال الصياقة جمال الأساليب أصور الأدبية العربية كل ذلك يؤكد لنا أصالة البارودي فهو مقلد ومجدد في آن واحد فقد أعاد للأدب العربي قوته فخامته رصانته ولكنه كذلك حافظ على المعاصرة فهو مجدد أو فهو أصل في ثوب جديد حافظ على الأصالة مع المعاصرة ومما يؤكد لنا أصالة البارودي جودة فخره وكثير من صوره وتشبيهاته كانت تشبه صور الأقدمين ما لقلبي من لوعة ليس يهدى أو لم يكفي أنه ذاب وجده ما على البرك لو تحمل عني بعض ما خف من سلام فأدى أيها ساهرون حول وسادي أيها ساهرون حول وسادي لو لست منكم أو تذكروا لي نجد أيضا لو تذكرنا أو وقفنا عند الخيال عند الأقدمين نجد الشاعر المرقش الأكبر يتحدث يقول سرى ليلا خيال من سليم فأرقني وأصحابي وجوده فبدت أدير أمري كل حال وأذكر أهلا وهم بعيد وشعرنا يتذكر خيال ابنته سميرة الذي زاره في منفاه غطع الفيافي غطع الأودية غطع الصحاري فوصل إليه فيقول عنه تأوب طيف من سميرة زائر وما الطيف إلا ما تريه الخواطر طوى شجفة الظلماء والليل ضارب بأرواقه والنجم في الأفق حائر ويا لك من طيف ويا لك من طيف ألم ودونه محيط من البحر الجنوبي زاخر ألم ولم يلبس وسار وليته أقام ولو طالت علي الدياجر هذه حقيقة أمثلة تؤكد لنا التشابه في تناول الخيال عند الأقدمين وعند شاعرنا البارودي الذي أعاد للشعر العربي أصالته ورونغه وجزالته وفصاحته هناك عدة آراء نغدية حول أشعال البارودي هناك آراء مختلفة كثير من هذه الآراء يشهدون بقرية البارودي وبغدرته فمن هؤلاء عباس حلمي في مقدمة ديوان البارودي يقول لنا إن شعر البارودي كان جديداً كله كانت محاكاته للأقدمين جديدة ومعارضته إياهم جديدة فقد كانت رسالته بحثاً لشعر العربي المرقدي فلا شك أن هذا الناقد يجعل لنا شعر البارودي في سياق أصره وينظر إلى تجديده مغارنة بجيله وبيئته نجد البروفيسور عبدالطيب هذا الأديب السوداني في كتابه المرشد إلى فهم أشعار العربي وصناعتها نجده ييغف لنا وقفة واضحة عند البارودي فيقول كان البارودي شاعراً فحلاً صاحب نهج من حر القريض وأصيره من قبل المنفى ومن بعده ويستشهد ببائيته التي يقول فيها سوايا بتحنان الأغاريض يطرب وغير باللذات يلفو يعجب وما أنا من من تأسر الخمر ربه ويملك سمعيه لراعي المثقب ولكن أخو هم إذا ما ترجحت به سورة نحو العلا راح يتأبو ومن تكن العلياء في قمة نفسه فكل الذي يلقاه فيها يحبب استشهدوا الناخذ السوداني بهذا النص ويقول أن هذا النص عارض فيه قصيدة الكوميت بن زيد التي يقول فيها طريبته وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني وزو الشيبي يلعب وهناك من يرى أنه عارض بها قصيدة الشريف الرضي التي يقول فيها لغير العلا من القلا والتجنب ولولا العلا ما كنت في الحب أرغب ومما يؤكد لنا أصالة البارود أيضا عارض قصيدة أبي فراس الحمداني التي يقول فيها أبو فراس أراك عصيدة ذمعي شيمتك الصبر أمال الهوى نهي عليك ولا أمره فيعرضها بقوله طريبته وعادته المخيرة والسكر وأصبحت لا يلوي بشيمة الزجر نخطب حديثنا بحديث البروفيسر عبدالله الطيب عن البارودي قال البارودي أعلى قمم عصرنا الحديث إلى يومنا هذا شوقي وحافظ قمتان رفيعتان مكانهما شهق ولكنه دون مكان البارودي فيجدنا بنا هنا حقيقة أن نؤكد أن البارودي كان ذا همة عالية كما يؤكد لنا ذلك قوله فانهض إلى صحوات المجد معتليا فالبازو لم يأوي إلا على يقول لي ودعم الأمر أدناه لأبعده في لجة البحر ما يغني عن الوشري قد يصهر الفاتح الألوى بحاجته ويقعد الأجل بالهيابة الوكلي وكون على حذر التسلم فربفة ألقى به الأمر بين اليأس والوجري وأيضا مما يؤكد على علوه همة شعيرنا البارودي قوله علي طلاب العز من مستقره علي طلاب العز من مستقره ولا ذنب لي إن عارضت المقادر ونختم حديثنا من هذه الحلقة بقوله لك الحمد إن الخير منك وإنني لصنعك يا رب السماوات شاكره فأنت الذي أوليتني كل نعمة وهذبتني حتى استفتني العشائر فغرب لي الخير الذي أنا راغب وباعدني الشر الذي أنا حاذر وسنتناول بشاءة الله سبحانه وتعالى نماذي من شعري في الوحدة التي تخصص النصوص الشعرية عزيزي الدارس نستودعك الله سبحانه وتعالى ونرجو أن نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة